أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي التجاري في حلقة جديدة من حلقات مبادئ المحاسبة المالية في الحلقة السابقة اتكلمنا عن منهج المحاسبة المالية واتناولنا الجزئية الخاصة بمبادئ المحاسبة المالية منهج المحاسبة المالية من المناهج المهمة جدا اللي بيتم دراستها في الصف الأول الثانوي التجاري في الشعب العامة في الصف الأول عندنا طبعا مدارس التعليم الثانوي التجاري نظام الثلاث سنوات ومدارس التعليم الثانوي الفن التجاري نظام الخمس سنوات بالإضافة إلى شعبة فني إداري بالتعليم والتدريب المزدوق في الحلقة السابقة تعرفنا على مفهوم المحاسبة المقصود بالمحاسبة بشكل عام وقلنا أن المحاسبة علم اجتماعي بيهتم بتوفير أو بتسجيل المعاملات والعمليات والأحداث المالية في الدفاتر بهدف توفير المعلومات اللازمة لمتخز القرارات الداخليين الموجودين داخل المؤسسة أو المنشأة والخارجيين الموجودين خارج المنشأة أو المؤسسة على سبيل المثال قلنا مصلحة الضراء في الحلقة السابقة ركزنا على فرع المحاسبة المالية بعدما تعرفنا على فروع المحاسبة المالية الأخرى قلنا عندنا طبعا المحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية والمحاسبة الضريبية والمحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية إلى جانب المحاسبة الإدارية أيضا ومراجعة الحسابات دي كلها فروع من فروع علم المحاسبة لكن المنهج الخاص بنا بالصف الأول بيركز على فرع مهم جدا وهو فرع المحاسبة المالية اللي هندرس في سنة أولى أساسياته أو المبادئ الخاصة بي اتعرفنا في الحلقة السابقة أيضا على المحاسبة المالية وعرفنا طبعا أن المحاسبة المالية دي تعتبر الأساس أو اللبنة الأولى لعلم المحاسبة اللي ظهر عام 1494 في إيطاليا بمدينة البودقية وطبعا كان نتيجة كتاب أصدره أو ألفه المؤلف الشهير اللي كان له الفضل في تأسيس علم المحاسبة في العصر الحديث وهو لو أباتشيلو والكتاب كان بعنوان نظرية القيد المزدوج اللي بتشير إلى أن كل عملية مالية بيكون لها طرفين طرف مدينة وطرف دائن وبنفس المبلغ أو بنفس القيمة وبنى على هذه النظرية أحداث كتير جدا وبدأ لو أباتشيلو يوضح في الكتاب إزاي أو الإجراءات اللي هيتم اتباعها علشان نوصل لأهداف المحاسبة المالية من توفير المعلومات لمتخزي القرارات وأن طبعا المحاسبة المالية بتهدف إلى توفير المعلومات المتمثلة أو المتعلقة بنتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وبيان المركز المالي للمنشأة والتدفقات النقدية في المنشأة هنركز في حلقة اليوم إن شاء الله على تحليل العمليات المالية وتسجيل هذه العمليات بدفتر اليومية أوضحنا في الحلقة السابقة أن أول طريقة محاسبية تم إصدارها أو إنشأة زي ما أوضحنا على يد دلوها بتشله وهي الطريقة الإيطالية وأوضحنا أن الطريقة الإيطالية بتتناسب مع حجم المنشآت صغيرة الحجم وأوضحنا أيضا أن بعد كده ظهرت طرق محاسبية أخرى نتيجة قيام الصورة الصناعية الأولى وأن طبعا الطريقة الإيطالية ما كانتش بتتناسب مع حجم المنشآت الكبيرة يعني المنشآت اللي بتقوم بعملات كتيرة في اليوم الواحد فبدأ طبعا يظهر عندنا طرق أخرى زي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية بجنب أن فيه طرق أخرى بتتناسب أيضا مع حجم المنشآت صغيرة الحجم زي طبعا الطريقة الأمريكية والطريقة الألمانية احنا خلال أو في بداية دراستنا للمحاسبة بنركز على فرع مهم جدا وهو أو طريقة مهمة جدا من الطرق وهي الطريقة الإيطالية والطريقة الإيطالية طبعا بتركز على دفتر واحد اليومية ودفتر واحد للأستاذ هنتعرف على شكل الدفاتر دي خلال دراستنا لخطوات أو مراحل الدورة المحاسبية لأن احنا قلنا وأوضحنا أن علشان نسجل العمليات في دفتر اليومية أو نرحل عملية دفتر أستاذ دوت طبعا بيحكمني فيه قاعدة القيد المزدمج القيد المزدمج زي ما أوضحنا وطبعا بيحكمني الطريقة اللي هبتدي أسجل فيها في دفاتر اليومية ودفاتر أستاذ فلازم في البداية أحدد الطريقة اللي هشتغل عليها قبل ما أحدد أو أمشي في الإجراءات المحاسبية اللي هتوصلني للأهداف الخاصة بنتيجة المشروع من ربحة قصارة وبين مركزها المالي يعني عشان أقدر أوصل أو أحدد نتيجة أعمال المنشئة من ربحة قصارة وبين مركزها المالي خلال سنة مالية يعني فترة محاسبية زي ما قلنا أن السنة المالية هي الفترة المحاسبية سنة بتبدأ في واحد واحد وبتنتهي في واحد وتلاتين اتنشر لابد أن أنا أعمل مجموعة من الإجراءات أو الخطوات خلال السنة أطلقنا عليها الدورة المحاسبية تعالوا مفكركم بها قلنا خطوات الدورة المحاسبية 8 خطوات الخطوة الأولى بتبدأ بتحليل العمليات المالية من واقع الفواتير والمستندات المؤيدة لزيل العمليات بنحل العمليات يعني بنحدد الطرف المدين والطرف الدائن لكل عملية من العمليات زي ما أوضحنا في ضوء نظرية أو قاعدة القيد المزدوج اللي بتوضح أن كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة الخطوة الثانية وهي تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية الخطوة الثانية تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية طبعا لو كنت معتمد على الطريقة الإيطالية فيكون عندي دفتر يومية واحد الخطوة الثالثة وهي ترحيل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ الخطوة الرابعة اعداد ميزان المراجعة قبل التسويات الخطوة الخمسة اجراء التسويات الجردية ثم الخطوة السادسة وهي اعداد ميزان المراجعة مرة اخرى ولكن بعد التسويات الخطوة السابعة وهي اعداد القوائم المالية المتمثلة في قيمة الدخل بالطريقة طبعا الحديثة ودي اللي بتحدد لنتيجة النشاط المنشأة من رفعها وقسارة او ممكن نستبدلها زي ما اوضحنا في سابق بالطريقة القديمة او التقليدية بحسابين حساب المتجرة وحساب الارباح والخسائة ثم القيمة التانية من القوائم المالية اللي بتظهر للمركز المالي وهي قيمة المركز المالي بالطريقة الحديثة او الميزانية العمومية بالطريقة القديمة او بالطريقة التقليدية بعد ما ننتهي من اعداد القوائم بننتهي للخطوة التمنى والخطوة الاخيرة من خطوات الدورة المحاسبية وهي إجراء أو إعداد قيود الإقفال وترحيل أو بيان أثر هذه القيود على الحسابات بدفتر الأستاذ يعني بيتم إقفال الحسابات المؤقتة كلها اللي هي طبعا حسابات المصرفات وحسابات الإرادات أو الخسائر والأرباح عشان نبدأ سنة جديدة بأرباح جديدة أو بخسائر جديدة أو بمصرفات جديدة أو بإرادات جديدة يعني كل مصرفات والخسائر والإرادات والأرباح التي حدثت في نفس السنة المالية يتم إقفالها أي بيكون رصدها سفر عشان نبدأ سنة مالية جديدة بأرباح جديدة وإرادات جديدة عشان ده طبعا قلنا أوضحنا في سابق طبقا لمبدأ الاستقلال في نظرية المحاسبة وبناء على هذا المبدأ بنقسم حياة المشروع إلى فترات سنوية متساوية أو فترات محاسبية متساوية في الغالب طبعا زي ما أوضحنا بتكون سنة بتتفق مع بداية وناية السنة المالية أو السنة المالية بتبدأ في واحد واحد وتنتهي في 31-12 من نفس السنة علشان أقدر حلل العمليات الخطوة الأولى من خطوات الدورة المحاسبية عشان أقدر حلل العملية وحدد الطرف المدين والدائن لكل عملية من هذه العمليات وطبعا وفقا لقاعدة القيد المزدوج أو نظرية القيد المزدوج الأوضحة طبعا أن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ علشان أقدر حلل كل عملية أو حدث مالي متعلق بنشاط المنشاعة حدد الطرف المدين والطرف الدائن أوضحنا في الحلقة السابقة أن أنا بستند إلى مدخل مهم من مداخل تحديد المدين والدائن وهو مدخل تشخيص الحسابات حسابات بننوع أو بنقسم أنواع الحسابات إلى حسابات شخصية ودي طبعا بتدل على شخص طبيعي زي حضرتك وزي وزي كل الناس دول أشخاص طبيعيين والشخص الطبيعي إمتى يكون مدين؟ بيكون مدين لو أخذ ودائن إذا أعطى يبقى إمتى الشخص يكون مدين؟ قلنا الشخص يكون مدين إذا أخذ ودائن إذا أعطى ودي حاجة بديهية جدا المدين هو اللي بيأخذ والدائن هو اللي بيأخذ ده بالنسبة للأشخاص الطبيعية وكذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اللي هم طبعا زي الشركات والمؤسسات وكل الهيئات يعني المشروعات نفسها بيبقى لها شخصية بنعتبر لها شخصية أو بنفترض ان لها شخصية وبنسميها الشخصية المعنوية على سبيل مثلا تقول انا اشتريت القلم ده من المحل سين أو من المكتب صاد المكتب سين أو المكتب صاد ديت هي عبارة عن مؤسسة أو شخصية بنعتبر انها لها شخصية طبيعية أو شخصية معنوية ونقول المكتب سين اخذت أو المكتب سين اعطت فلو اخذت بتكون مدينة ولو اعطت بتكون دانا وطبعا سين دي رمز لأي اسم من اسامي المؤسسات الموجودة في المكتب بعد ما حدد طبعا اشوف اعرفت كده خلال نوع وعندي مهم من انواع الحسابات وهي الحسابات الشخصية اللي طبعا قلنا لو الحساب الشخص اخذ بيكون مدينة ولو اعطى بيكون دانا عندنا نوع تاني من الحسابات وهي الحسابات الحقيقية الحسابات الحقيقية دي متمثلة في كل الممتلكات اللي بتمتلكها المنشأ سواء اساس سيارات آلات عدد وادوات نقضية بالخزينة دي كلها بتمثل اصول ملموسة وفي ذات الوقت بنطلق عليها مصطلح الحسابات الحقيقية الملموسة هناك ايضا حسابات حقيقية ولكن غير ملموسة زي شهرة المحل وبرائة الاختراع والعلامات التجارية والحسابات الحقيقية زي ما اوضحنا عزيزي الطلاب بيكون الحساب الحقيقي مدينة اذا زاد ودائن اذا نقص على سبيل المثال لو خدنا مبلغ من الخزينة الخزنة يحصل له نقص وبالتالي الخزنة هتكون في الحالة دي دائنة واذا اعطينا او وضعنا مبلغ فيه الخزينة الخزينة يحصل له زيادة وفي الحالة دي هتكون الخزينة مدينة يبقى الحساب الحقيقي إذا زاد بيكون مدين وإذا نقص بيكون دائن ونقب بالنا أن الحسابات الحقيقية طبيعتها مدينة في الزيادة بتكون مدينة وفي النقص بتكون دائنة النوع الثالث من أنواع الحسابات وهي الحسابات الإسمية أو الحسابات الوهمية والحسابات الإسمية بتنقسم لنوعين النوع الأول متمثل في المصرفات والخسائر ودي طبعا حسابات مدينة بطبيعتها وعند الزيادة بتظل مدينة وعند النقص بتكون دائنة وطبعا في بداية دراستنا للمحاسبة هلقى كل المصرفات والخسارة يكون مدينة أما النوع الثاني من الحسابات الإسمية أو الوهمية وهي الإرادات والأرباح والإرادات والأرباح حسب بطبعتها دائنة عند الزيادة بتظل دائنة وعند النقص بتكون مدينة ولكن في بداية دراستنا أيضا للمحاسبة أو ظهور الإرادة لأول مرة بيكون الإرادة دائن أو الربحة بيكون دائن بعد كده ممكن لو انا حبي تقفل الاراض او اقفل الارباح لازم اجيبها مدينة لانها هتنقص في الحالة دي هتنقص فهتيجي عكس طبعايتها وكذلك بالنسبة ايضا للمصرفات والخسائة يعني اتكلم النهاردة بعد ما اتعرفنا او رجعنا على الكيفية اللي بنحدد فضوءها المدين والدائن لكل عملية من العاملات المالية هنتعرف على جزئية مهمة جدا وهي ازاي بعد ما بنحلل العمليات لاطرفها المدينة والدائنة ازاي بنسجل هذه العمليات في دفتر اليومية يبقى قبل ما روح اسجل العملات في دفتر رومية وهنتعرف يعني دفتر رومية وهنتعرف على شكله في ظل الطريقة الايطالية وطبعا بيوصلك عليه دفتر اليومية العامة الاول انا لازم احلل العملية لطرفها المدينة والدائن لاننا قاعدة القيد المزدوج هي تعتبر الاساس اللي في ضوءه بيتم تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية عايزك تاخد بالك ان انا بسجل العملات في دفتر اليومية في ضوء قاعدة او نظرية القيد المزدوج اللي بتقول ان كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ وانا دي قاعدة مدينة جدا واخدنا عمليات في الحلقة السابقة وتعرفنا ازاي بنحل العملية الاطرافها المدين والدائن اليوم ان شاء الله هنستكمل بقى الخطوة التانية من خطوات الدورة المحاسبية وهنتعرف على مهارة مهمة جدا وهي كيفية تسجيل العمليات في دفتر اليومية وفقا للطريقة الايطالية بعد ما بنحل العملات المالية لطرفها المدين والدائن في ضوء مدخل طبعا تشخيص الحسابات اقولنا حسابات شخصية اخذ مدين اعطى دائن حسابات حقاقية زاد مدين نقص دائن اقولنا عندنا حسابات اسمية او وهمية حساب الاسم او الوهمي اذا كان مصروف او خسائر وزاد يبقى مدين لو نقص يبقى دائن اذا كان اراد او ربح وزاد يبقى دائن نقص يبقى مدين وطبعا في ضوء نظرية القيد المزدوج هنسجل العمليات المالية بدفتر اليومية وفقا للطريقة الايطالية في شكل قيد محاسبي طيب ايه هو القيد المحاسبي تعالوا نشوف الاول ايه هو دفتر اليومية ثم بعد كده نعرف ايه هو القيد المحاسبي دفتر اليومية طبعا هو سجل يعني دفتر زي الكشكول بتاعك كده متسطر او متصمم صفحاته بشكل معين هو عبارة عن سجل بيقيد به العمليات المؤيدة او المؤيدة بالمستندات في شكل قيد محاسبي شكل صفحات دفتر اليومية بتكون متسطرة بالشكل انت شوفينه امانكم الان عمودين العمود الاول للمبلغ والعمود التاني للمبلغ العمود الاول للمبلغ الطرف المدين والعمود التاني للمبلغ الطرف الدائن ثم البان بنكتب اطراف العملية في شكل قيد محاسبي اللي هنتعرف عليه ثم تاريخ العملية هناك بعض المنشآت بتضيف أعمدة أخرى لدفتر اليومية بتضيف مثلا رقم العملية بتضيف رقم المستند المؤيد لهذه العملية وأحيانا كود كل حساب من الحسابات لأن الحسابات في المنشآة بيكون لها أقواد موجودة داخل دليل الحسابات اللي بيكون موجود أو يعتبر جزء من النظام المحاسبي داخل المنشآة ده شكل صفحة من صفحات دفتر يومية يبقى دفتر اليومية طبعا مش مطلوب من أن أحفظ التعريف لكن أكون عارف يعني إيه هو دفتر يومية هو سجل بقية به العمليات المالية المؤيدة بالمستندات في شكل قيد محاسبي ودي شكل صفحات دفتر اليومية إيه هو بقى القيد المحاسبي القيد المحاسبي أعزائي الطلاب هو عبارة عن ملخص للعملية المالية في شكل طرف مدين وطرف دائم يبقى القيد المحاسبي هو عبارة عن إيه ملخص للعملية المالية أو للحدث المالي اللي أمت بالمنشآة اللي هو طبعا مؤيد بمستند من المستندات فطورة شراء عقد شراء مثلا سيارة بيع سيارة عقد بيع مسكن مثلا او عقار او مبنى او قطعة ارض وهكذا فطورة سدد مصروف كهرباء فطورة تقصيل اراد معين وهكذا يبقى دي المستندات اللي بتادي العملات بمسك هذه المستندات احللها لاطرفها المدينة والدينة واروح اسجلها في دفتر اليومية اللي احنا تعرفنا على شكله اللي هو مدين دائم بيان تاريخ وانه ده شكل مبسط لصفحات دفتر اليومية انواع القودة عندي اللي بتسجل داخل دفتر يومية النوع الاول قيد بسيط قيد بسيط طيب القيد البسيط ده بيكون كلا طرفيه حساب واحد يعني الطرف المدين حساب واحد والطرف الدين حساب واحد ناخد مثال لو اشترت المنشأة مثلا على سبيل المثال اساس نقدا بمبلغ 10 تلاف جنيه هنحل العملية زي ما اتعرفنا في الحلقة السابقة الاساس حساب حقيقي زاد لان اشتريته في الحالة ديت هيكون مدين بمبلغ لو مثلا على سبيل المثال لو المبلغ 10 تلاف جنيه يبقى المبلغ كده الحساب الاساس يكون مدين بعشر تلاف جنيه لان حساب حقيقي زاد نقدان يبقى الخزينة حساب حقيقي نقص لانه دفعت المبلغ اللي هو العشر تلاف جنيه من الخزينة والخزينة طبعا لما تنقص هي حساب حقيقي في الحالة ديت هيكون طرف او حساب مدين او هيكون وضعاف القد مدين اصبع عندي في العملية اللي هي عملية شراء اساس نقدا عندي طرف او حساب مدين وحساب دائن ده كده طالما الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن حساب واحد يبقى في الحالة ده اسمه قيد بسيط وهسجل القيد البسيط في دفتر اليومية دايما بقدم المدين على الدائن يعني بقول ديمت فرست المدين اولا فقول من حساب واكتب اسم الطرف المدين الى حساب واسكر اسم الطرف الدائن اللي هو في الحالة دي تكون حساب واحد يبقى اقول على طول من حساب الاثاث في المثال اللي احنا اوضحناه في سابق بعشر تلاف جنيه في المبلغ هنا في المدين الى حساب الخزينة وده الطرف الدائم فيه جزء مهم جدا بنغفله لما نيجي نسجل القيد في دفتر يومية وهو شرح القيد وزي ما انتو شايفين كده مكان النقاط اللي هي اسفل الى حساب بكتب اللي هي النقاط الصفرة اللي لونها اسفر بكتب حساب ايه بكشرح القيد بشرح قيد يعني بقول العملية دي بتاعت ايه طب هل الشرح القيد ده مهم طبعا مهم ليه لان ممكن العملية تتكرر يعني يكون الطرف المدينة والطرف الدائم لعمليتين مختلفتين هم بالزبط نفس الطرف المدينة والطرف الدائم يعني ازاي انا طبعا مش هادر وضح لكم الجزء دلوقتي لان هتعرفوها في مرحلة متقدمة لما ندرس فروع اخرى او ندرس مقارات اخرى في المحاسبة المالية في مرحلة متقدمة لانا هيخد من ايه وقت الكلام ده انا عايز تكبس تاخد بالك بجزء مهمة ان شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحاسبي اروح بقى في خانة التاريخ بعد ما سجل الطرف المدينة والطرف الدائم اكتب تاريخ العملية ده قيد ايه قيد بسيط ليه لان الطرف المدين حساب واحد من حساب الاساس والطرف الدائم حساب واحد الى حساب الخزينة الشكل التاني مش من اشكال القيود المحاسبية او قيود اليومية القيد المركب انا عندي نوعين النوع الاول اسم القيد البسيط وقلنا بيكون كلا الطرفي يعني الطرف المدينة والطرف الدائم حساب واحد النوع التاني وهو القيد المركب القيد المركب بيكون كلا طرفيه او احدهما كلا طرفيه او احدهما يعني طرفين الاتنين الطرفين الاتنين لهذا القيد او طرف من اطرافه الاتنين تاني القيد المركب هو القيد اللي بيكون كلا طرفيه يعني طرفيه الاتنين الطرف المدين والطرف الدائن أكثر من حساب أو أحدهما يعني الطرف المدين يكون أكثر من حساب أو الطرف الدائن أكثر من حساب يبقى كده ناخد بالنا أن الطرف القيد المركب بيأخذ أكثر من شكل بيأخذ ثلاث أشكال إما أن الطرف المدين يبقى حساب واحد والطرف الدائن أكثر من حساب او ان يبقى الطرف المدين اكثر من حساب والطرف الدائن حساب واحد زي ما نشوف او ان الطرف المدين يبقى اكثر من حساب والطرف الدائن يبقى اكثر من حساب يعني يبقى مركب من طرفيه تعالوا نشوف الشكل الاول ممكن يبقى الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن اكثر من حساب وفي الحالة دي بنقول من حساب ونكتب اسم الحساب المدين اللي هو بيمثل الطرف المدين الى مذكورين ونكتب اسام الحسابات الدائنة بالترتيب وكده بيبقى القيد مركب طرف الدائن أكثر من حساب ومجموعة الحسابات في الطرف الدائن هتساوي مجموع أو مبلغ الحساب في الطرف المدين وبعدين ببتدي أشرح القيد منساش وسجل تاريخ العملية وده أول شكل من أشكال القيد المركب الشكل الثاني ممكن يبقى الطرف المدين أكثر من حساب فقول من مذكورين واسكر أسام الحسابات المدينة وحط مبلغها في المدين إلى مذكورين آسف إلى حساب واكتب اسم الطرف الدائن قلنا إيه الطرف المدين أكثر من حساب والطرف الدائن حساب واحد بقول من مذكورين إلى حساب يعني على سبيل المثال أو عند الطرف المدين في الخزينة أو البنك بقول من مذكورين حساب الخزينة حساب البنك إلى الطرف الدائن في حساب رأس المال فقط فقول إيه لحساب رأس المال وأشرح القيد أكتب إيه بقى العملية دي ملقص لها بسيط في كلمتين أقول العملية دي كتخصة بإيه وسجل تاريخ العملية ولازم مجموعة الطرف المدين يتساوى مع مجموعة الطرف الدائن الشكل الثالث من أشكال القيد المركب هو أن يكون كلا طرفي القيد اللي هو الطرف المدين والطرف الدائن يكون أكتر من حساب زي ما نشوف زي ما نشوفين أيامنا على الشاشة منقول من مزكورين ونكتب أسماء الحسابات المدينة إلى مزكورين ونكتب أسماء الحسابات الدائنة ولازم مجموع الحسابات المدينة يساوي مجموع الحسابات الدينة ومنساش أشرح القيد وسجل تاريخ العملية وآخوا بالي أن لازم الطرف المدين يساوي الطرف الدائن لأن اللي بيحكمنا في تسجيل العمليات في دفتر اليومية قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة القيد المزدوج أو نظرية القيد المزدوج اللي بتوضح لي أن كل عملية مالية لها طرفين طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ وزي ما وضحنا عزيزي الطلاب ممكن الطرف المدين يكون حساب واحد والطرف الدائن يكون حساب واحد وبنقول من حساب كذا أو إلى حساب كذا أما إذا كان الطرف المدين أكثر من حساب زي مثلا البنك والخزينة فبنقول من مزكورين ونكتب أسامي الحسابات المدينة ولو كان الطرف الدائن أكثر من حساب بقول إلى مزكورين بنكتب عنوان ونكتب أسامي الحسابات الدائنة وطبعا قلنا لازم الطرف المدين يساوي الطرف الدائن تعالوا مع بعض ناخد مجموعة من التدريبات ونتضرب فيها على كيفية اللي هنسجل بيها العمليات المالية داخل دفتر اليومية لكن ناخد بالنا الاهم من تسجيل العملية في دفتر يومية هو اننا حدد الطرف المدين وحدد الطرف الدين للعملية بشكل صحيح طيب ايه اللي يخالينا حدد الطرف المدين والطرف الدين العملية بشكل صحيح اننا اكون عارف انواع الحسابات حسابات شخصية حسابات حقيقية وبعدين حسابات اسمية او وهمية افرق من انواع الحسابات واقدر حلل العملية اذا ما اتضربنا في الحلقة السابقة احلل العملية لاطرفها المدينة والدينة وزي ما اوضحنا الحساب الشخصي اذا اخص بيكون مدين واذا اعطى بيكون دائن الحساب الحقيقي اذا زاد بيكون مدين اذا نقص بيكون دائن الحسابات الاسمية والوهمية طبعا اسمناها مجموعتين المصروفات والخسائر مدينة بطبيعتها وعند الزيادة تكون مدينة وعند النقص تكون دائنة والارباح والارادات حسابات دائنة بطبيعتها وعند الزيادة تكون دائنة وعند النقص تكون مدينة تعالوا بقى مع بعض نشوف مثال على الكيفية اللي هنسجل بها العمليات في دفتر اليومي جايب لي عملية بقولي في واحد واحد عشرين عشرين بدأ محمود سمير أعماله التجارية بمبلغ عشرين ألف جنيه أو دعها خزينة المنشأ أول جزئية خبالي منها أنا هينطلب مني إيه؟ أني أنا سجل عملية في دفتر اليومية طب ما أنا عشان أسجل عملية في دفتر اليومية لازم أحلل العملية الأطرافها المدينة واللي إيه؟ والدائنة طيب عملية تحليل المدينة اللي أطرافه المدينة والدائن أنت هتحلله فيهن؟ في عقلك الأول يبقى تغيرها العملية وبعدين تبتدي كده لو أنت الموضوع بالنسبة لك صعب تمسك ورق أو ألم وتبتدي تحلل تقولي العملية دي أسرت على الحساب كذا وحساب كذا دائن في مدينة ودي دائن طيب المدينة لازم يساوي الدائن تبدأ مدينة بكام دائن بكام ثم بعد كده تشوف تحدد شكل القيد المحاسبي اللي هيتسجل دخل دفتر يومي لو كان القيد الطرف المدينة بتاعه حساب واحد والطرف الدائن بتاعه حساب واحد يبقى في الحالة دي هيبقى أي قيد بسيط فقول من حساب كذا إلى حساب كذا وهكذا لو كان قيد مركب طرف المدينة أكتر من حساب أو طرف الدائنة أكتر من حساب أو كلا طرفيه أكتر من حساب وطبعاً لو احد الاطراف يكون اكتر حساب لو الطرف المدينة بنقول مين مذكورين ونكتب الحسابات المدينة لو الطرف الدائن بنقول الى مذكورين ونكتب اسامي الحسابات الدائن تعال إن شوف العملية اللي معنا وانا ههوضح لك على الشاشة ازاي بنحل العملية للطرف المدينة والدائن لكن خل بالك لو انطلب منك انك تسجل عملية في دفترة النومية انت مش مطلوب منك تكتب التحليل دوت داخل مسلا كراسة الاجابة او انت بتحلي اللي مطلوب بس ان انت تسجلين على طول واحنا طبعا من خلال القيد اللي انت سجلته داخل دفتر يومية هيبال لنا اذا كنت انت قدرت فعلا بشكل صحيح تحدد الطرف المدين وتحدد الطرف الدائن ولا لا او حللت العملية بشكل صحيح ولا لا يبقى كده اصبح مهارة تحليل المدين والدائن مهارة يمكن يستدل عليها وعلى اتقانك لها من خلال تسجيلك للقيد داخل دفتر اليومية وزي ما خدمنا ان عملية تسجيل للقيد داخل دفتر يومية هي عملية شكلية اساسها هو تحليل العملية لطرفها المدين والدائن وفقا لقعدة القيد المزدوج كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ تعالوا نشوف مع بعض العملية بتقول في واحد واحد عشرين عشرين يعني واحد واحد سنة الفين وعشرين بدأ محمود سمير اعماله التجارية بمبلغ عشرين الف جنيه اودعها خزينة المنشأ طيب اول ما يقول لي بدأ محمود سمير اعماله التجارية يبقى ده صاحب المشروع على طول وصاحب المشروع احنا قلنا في الحلقات في الحلقة السابقة هنطلق عليه رأس المال يبقى الملاك هم ملاك رأس المال يبقى اصحاب المشروع لهم اسمه عندنا يا مش هكتب محمود سمير بقى لا محمود سمير مين ده هو عبارة عن مالك المشروع صاحب المشروع يبقى اول حاجة كده محمود سامير ده هيبقى اسمه حساب رأس المال اودع المبلغ فين في خزينة المنشأة يبقى الخزينة ورأس المال رأس المال حساب شخصي اعطى مين اعطى الخزينة في المنشأة والخزينة ايه حساب حقيقي ايه اللي حصل زاد لما محمود سامير اعطى الخزينة المبلغ اللي هو صاحب رأس المال الخزينة الخزينة حصل لها زيادة وبالتالي تعالوا نحل العملية هنقول الخزينة حساب حقيقي زاد هيبقى مدين بـ 20 ألف جنيه ومحمود سمير اللي هو هنمثله في رأس المال هيكون حساب شخصي أعطى برضو هيكون دائن بمبلغ 20 ألف جنيه أنا كده حددت المدين والدائن ثاني خزينة حساب حقيقي زاد بقى مدين بـ 20 ألف جنيه رأس المال حساب شخصي أعطى دائن بـ 20 ألف جنيه كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة وعندنا هنا طبعا الخزينة حساب مدين فقط ورأس المال حساب دائن فقط وبالتالي لما يجي سجل العملية في دفتر يومية هيكون عندي طبعا قيد بسيط لأن الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن حساب واحد هيكون عندي القيد من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال تعالوا نشوف إزاي هنسجل العملية في دفتر يومية بالكيفية دي تنول من حساب الخزينة وهنوضع المبلغ بتاع الخزينة في العمود الاول اللي هو الخاص بالمبالغ المدينة الى حساب رأس المانو نحط المبلغ الـ 20 الف جنيه ايضا في العمود الخاص بالمبالغ الدائنة وبعدين نشرح القيد فيه كلمتين مختصرتين وقلنا واوضحنا عزيزي الطلاب ان شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد نفسه ما ينفعش اهمله لان ممكن العملية تختلف والقيد يكون ايه مش مختلف يعني الطرف المدين هو والدائن نفسه الطرف المدين هو الدائن في عمليتين مختلفتين اللي هيوضح لي ان دي عملية مختلفة عندية شرح القيد وبعدين اسجل تاريخ العملية في الواحد واحد وبعد كده اقول بقى انا اقولت شرح القيد ايه بدأ او بدء محمود اعماله التجارية هو طبعا محمود سمية يبقى القيد بسيط 20 الف جنيه مدين من حساب الخزينة الى حساب رأس المال طرف دائن بـ 20 الف جنيه أشرح حلقة بدء محمود أعمال التجارية أسجل تاريخ العملية واحد واحد تعالوا نشوف عملية أخرى من العمليات اللي بيطلب مني إن أنا سجلها داخل دفتر يومية بيقول لي في اتنين منه اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 30 ألف جنيه من محلات سمير النصف نقدا والبق بشيه طيب أول جزئية اشترت المنشأة بضاعة يبقى البضاعة هنا في الحالة دي إيه حساب حقيقي اشتريناه زاد يبقى ايه يبقى مدين طيب محلات سمير دفعنا لها نصف السمن نقدا يبقى الخزينة يبقى نصف الثلاث تلاف جنيه 1500 جنيه اندفعوا لمحلات مين لمحلات سمير يبقى في الحالة دي الخزينة هيكون نقصة بمبلغ 1500 جنيه وبالتالي الخزينة يكون حساب حقيقي نقص يكون دائن والباقي بشيك وقلنا شيك يعني بنك وكده البنك هيكون حساب شخصي أعطى الـ 1500 البقيين اللي هو المبلغ 3000 1500 نصهم يعني 1500 عن طريق الخزينة والباقي اللي هو 1500 ايضا عن طريق البنك يكون حساب شخصي أعطى وبالتالي هيكون دائن العملين هيا هيكون قدها مركب لان الطرف المدين هيكون اكتر من حساب الطرف المدين حساب واحد ولكن الطرف الدائن اكتر من حساب الطرف المدين هيكون حساب البضوعة حقيقي زاد هيكون مدين بـ 3000 والخزينة طبعا حساب حقيقي نقص هيكون دائن ب1500 والبنك اللي هو بيدلل على الشيك لان الشيك بيتم التعامل فيه من رصيد المنشئة بالبنك هيكون حساب شخصي اعطى دائن ب1500 كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ اللي هو الطرف المدينة عندنا هو حساب البضاعة مدين بتلات تلاف والطرف الدائن اكثر من حساب اللي هو الخزينة والبنك وبالتالي يكون القيد عندي قيد مركب من حساب الى مزكورين لكن اخب بالي عزيزي الطلاب ايه البضاعة البضاعة طبعا حساب بيختلف عن باقي الحسابات اللي الخاصة بالمنشأ البضاعة ديت هو نوع السلعة اللي المنشأة بتشتريه بغرض الاتجار يعني عايق تشتريه عشان تعيد بيئة تاني عشان تكسب ولذلك اي نوع من السلعة المنشأة بتتجر فيه يعني بتشتريه بغرض البيع يبقى بينطلق عليه مصطلح بضاعة طيب لو المنشأة اشترت اساس علشان تستخدمه بنقول عليه اساس اشتلى السيارات عشان تستخدمها في نقل السلع بتاعتها أو البضوع بتاعتها أو في أداء نشاطها بنسميها سيارات لكن لو المنشئة بتتاجر في السيارات يعني بتشتري سيارات بغرض البيئة زي معرض السيارات مثلا في الحالة دي السيارات تبقى يطلق عليها مصطلح بضع لأن شريها بغرض الإتجار يعني شريها بغرض إعادة البيئة علشان تحقق مكسب منها كذلك أيضاً لو المنشئة مثلاً بتتاجر في الأجهزة الكهربائية مثلاً التليجات مثلاً طيب يبقى التلاجات في الحالة دي هتعتبر ايه هنطلق عليها بضعة طيب لو هي عندها مثلا تلاجة بتستخدمها في قداء النشاط بتاعها مثلا تلاجة عرض مثلا للمنتجات في الحالة دي في التلاجة دي تتبقى أصل من الأصول السابطة هنسميها باسمها يعني لو شارع سيارة عشان تستخدمها في قداء النشاط هنقولها باسمها شارع أساس اللي هو طبعا مثلا مكاتب للموظفين وكراسي ودواليب يحطوا فيهم الحاجات بتاعاته وكذا الأساس دوت أو أنتريه مثلا يستقبلوا عليه زوار المنشاعة وكده في الحالة دي دعوا برعا عن ايه الأساس ده يبقى اعتبر ايه قصد من الأصول هنطلق عليه او هنسميه باسمه لكن لو المنشاعة بتتاجر في الأساس زي المثلا محلات اللي بتصنع الموبيلية وبتبعها في الحالة دي الموبيلية في الحالة دي هتتسمى ايه هتسمى بضاعة طالما هي بتشتريها او بتصنعها بغرض البيع يبقى في الحالة دي هيطلق على مصطلح البضاعة علشان كده عزيزي الطلاب لما بنيجي نسجل العمليات المتعلقة بالبضاعة داخل دفتر اليومية بنفرق بينها وبين اي حاجة تانية المنشاعة بتشتريها او بتبعها لان نوع السلعة المنشاعة بتشتريه عشان تعيد بيعه هو طبعا بغرض تحقيق الربح في الحالة دي هتشتريه بسعر وترجع تعيده بيعه تاني بسعر تاني فلازم نماز بين عمليات شراء البضاعة وعمليات بيع البضاعة علشان انا بعرفين دي خاص بالشراء ودي خاص بالبيع ويكون لما انقبلهم وبعد نترحهم وبعد يطلع لنا الربح في ظل نظام اسمه نظام الجرد الدوري ودي طبعا انا اتعرف عليه ان شاء الله لما ندرس مقرر اخر للمحاسبة المالية في الصف التاني بينما نيجي بنسجل عمليات شراء البضاعة بنسميها او بنفتح لها حساب اسم حساب المشتريات يعني البضاعة مدينة اه بس انا اقول من حساب المشتريات طيب ولما اجا بيقى البضاعة هتبقى البضاعة دينة لانها تنقص وفي الحالة دي هطلق على حساب المباعة تبقى البضاعة لما اجا سجلها داخل دفتر اليومية لو شريها هقول من حساب المشتريات وابقى فاهم ليه لان الشراء ادى الى زيادة البضاعة والبضاعة حساب حقيقي اذا زاد بيكون مدينة ولو باعت البضاعة طبعا البضاعة هتنقص وفي الحالة ده تكون دائنة وهنفتح لها حساب يسمى حساب المبيعات يعني اقول ايه حساب المبيعات ما اقولش ايه حساب البضاعة ده معلومة مهمة عايزكم تدونوها تاخدوا بالكم منها وده طبعا متبع في ظل نظام الجرد الدوري اللي هنتعرف عليه ان شاء الله لما ندرس مقرر اخر في الصف التاني في المحاسبة المالية ايضا تعالوا بقى نرجع للعملية بتاعتنا ونشوف ازاي هنسجلها داخل دفتر اليومية بالطريقة اللي احنا اوضحناها وعرفنا ان البضاعة مش هنقول عليها بضاعة لا احنا هنقول عليها ايه هنقول عليها مشتريات لان احنا دي بضاعة مشترى فهنفتح لها حساب المشترات وبيكون مدين هروح على دفتر اليومية هسجل العملية في دفتر اليومية من حساب المشتريات هنا في خطأ طبعا لان المفروض حساب المشترات هيكون ب3,000 جنيه الى مذكورين حساب الخزينة 1500 وحساب البنك 1500 الطرف المدين حساب واحد هو البضاعة ب3000 جنيه نصها نقدا يبقى حساب الخزينة يكون ب1500 والنص التاني كان تم دفع بشيك يبقى ال1500 كل عملية مليئة لها طرفان طرف مدينة وطرف دان وبنفس المبلغ طبعا مبلغ هنا الخاص بالمشترات اللي هو البضاعة مكتوب خطأ لكن الصحة انه يكون 3000 جنيه من حساب المشترات الى مذكورين الخزينة ورأس المال اشرح القيد شراء بضاعة النصف نقدا والباقي بشيك خدت بالك من شرح القيد ملخص للعملية بكلمتين ان احنا اشترينا بضاعة النصف نقدا والباقي بشيك عبر عن الاحادث المال اللي حصل بحيث انه ما يختلطش الامر على اللي هيطلع على دفتر اليومية لما ينظر للقيد لانه قلنا ممكن العمليات القيد يتكرر ولكن العملية تختلف وقلنا هنشوف الكلام دوت لما ندرس المحاسبة المالية في الصف التاني ان شاء الله تعالوا نشوف تاريخ العملية نسجل بقى تاريخ العملية اتنين واحد ده قيد مركب الطرف الدين الخاص به اكتر من حسابي اسجل الطرف المدينة اسجل الطرف الدين المبالغ منسهاش ده شكل لتسجيل العمليات دفتر وما منسهوش شراء بضاعة النصف نقدا والباقي بشيك الشرق والقيد صم سجل تاريخ العملية لطبع العملية كانت في اتنين واحد تعالوا نشوف عملية اخرى بيقول لي فيه تلاتة منه اشترت المنشاة اساس بمبلغ خمس تلاف جنيه من معرض ناصر على الحساب هسجل حل العملية عند اشترت المنشاة اساس يبقى الاساس حساب حقيقي زاد لان اشتريته وبالتالي هيكون مدين ومحلات ناصر او معرض ناصر ما دفعناش لها حاجة اشترينا ودفعناش لها حاجة يبقى في الحالة كده في الحالة دي هتا يكون حساب معرض ناصر حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون دائم تحليل عملية عندي على طول الاساس حساب حقيقي زاد هيكون مدين ومحلات او معرض ناصر حساب شخصي اعطى هيكون دائم المبلغ المدين الخاص بالاساس خمس تلاف والمبلغ الدائم خمس تلاف وفي الحالة دي طبعا قال لي اشترت اساس ما قال ليش بضعه يبقى هسكر الاساس باسمه لان الاساس هنا معناها طالما قاله باسمه قال اساس سيارات يبقى هو شريب غرض استخدامه في اداء النشاط وليس بغرض الاتجار فيه هروح على طول على دفتر عملية دقيقة بسيط اسجل عملية في دفتر يومية من حساب الاساس واكتب المبلغ خمس تلاف جنيه الى حساب واكتب اسم الطرف الدائم اللي هو معرض ناصر شراء اساس من معرض ناصر بالاجل وسجل تاريخ العملية تلاتة واحد تعالوا نشوف عملية اخرى بيقول لي فيه اربعة منه باعت المنشأة بضاعة بمبلغ الف جنيه لمحلات سمير على الحساب نقف بقى عند باعة بضاعة طالما باعت بضاعة يبقى نفتح حساب اسمه مرافو عليكم المبعات زي ما اوضخنا لان البضاعة دوت هي عبارة عن نوع السلعة اللي المنشأة بتجري فيها بتشتريها بغرض اعادة البيع ممكن تبقى عند محلات الاساس اللي بتجري في الاساس البضاعة هي الاساس اللي بتشتري بغرض ببيعه وممكن تبقى عند محلات الاجهزة الكهربائية البضاعة هي الاجهزة الكهربائية اللي بتشتريها بغرض ببيعها وهكذا نقيس على كده كل منشأة او كل محل بيكون له نشاط رئيسي بيتاجر فيه خاصة هنا بنتكلم على المنشآت التجارية اللي هي بتقوم بشراء النوع معين من السلعة واعادة بيع وبغرض الربح لو حللنا العملية اللي هي البضاعة حساب حقيقي لما بيعناه طبعا نقص وبالتالي هيكون دائن وهنفتح له حساب اسمه حساب المبعاة وهنا محلات سمير حساب شخصي اخذ وما دفعش حاجة بالاجل او على الحساب يعني ما دفعش يبقى يكون حساب سمير او محلات سمير حساب شخصي اخذ في الحالة ده يكون مديني العملية عندي طبعا لما نحللها لا يبقى في المدين محلات سمير حساب شخصي اخذ مدين بألف جنيه وحساب البضاعة حساب حقيقي نقص وهيكون دائن بألف وهنفتح له حساب المبعاة القدع عندي في دفتر اليومية من حساب محلات سمير ألف جنيه الى حساب المبعاة ألف جنيه بيع بضاعة لمحلات سمير بالأجل وسجل تاريخ العملية اربعة واحد عملية بسيطة وطريقة بسيطة بسجل بيها العمليات داخل دفتر اليومية تعالوا نشوف عمليات كمان بيقول لي فيه خمسة منه سحبت المنشئة مبلغ ست تلاف جنيه من الخزينة اودعتها بالحساب الجاري للمنشئة بالبنك المنشئة سحبت خمس تلاف جنيه من حسابها في الخزنة اودعته في حسابها في الجاري في البنك في الحالة دي هتبقى الخزنة حساب حقيقي نقص بست تلاف جنيه هيكون دائن والبنك حساب شخص اخذ وهيكون مدين بنفس المبلغ عندي على طول البنك حساب شخص اخذ مدين والخزينة حساب حقيقي نقص هيكون دائن القيد عندي قيد بسيط وسجل في دفتر اليومية من حساب البنك ست تلاف جنيه الى حساب الخزينة ست تلاف جنيه شرح القيد سحب مبلغ من الخزينة وايداعه بالبنك اسجل تاريخ العملية خمسة واحد عملية اخرى تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي فيه ستة منه باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 4000 جنيه لمحلات طارق النصف بشيك والباقي على الحساب اركز بقى باعة المنشأة بضعية بحساب المبعات برافو عليك وحساب المبعات دائن لانه بيمثل النقص في البضاعة والبضاعة حساب حقيقي لما ينقص يكون دائن يبقى الى حساب المبعات بكده المبعات هتكون دائنة حساب لان Europe لانها بتدلل على النقص اللي حصل في البضاعة والبضاعة حساب حقيقي طبعا اللي حصله نقص نضيق البيع والحساب الحقيقي لما ينقص بيكون دائم لمحلات طارق النص بشيك يبقى احنا لما بيعنا حصلنا من محلات طارق نص المبلغ بشيك يبقى حساب البنك يبقى كده حساب البنك حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون دائم بمبلغ كام حساب البنك كده يكون حساب شخصي اخز مش انا بعت خدت المبلغ نص المبلغ اللي هو 4000 جنيه اوضعته فين اوضعت في البنك يبقى البنك كده اللي هو بشيك طالما اقل بشيك يبقى بنك يبقى كده البنك حساب شخصي اخذ وليس اعطى طالما انا بعت يبقى خدت مبلغ بشيك مش اعطيت مبلغ بشيك طالما اخذت مبلغ بشيك يبقى البنك هنا في الحالة دي اخذ وبالتالي يكون مدين بنصف المبلغ اللي هو الفين جنيه والباقي على الحساب طبعا الالفين التانية على الحساب يبقى علينا ولا لنا لنا عند محلات طارق وبالتالي محلات طارق هيكون حساب شخصي اخذ ايضا وبالتالي هيكون مدين احل العملية عندي البنك حساب شخصي اخذ مدين بألفين جنيه ومحلات طارق حساب شخصي ايضا اخذ مدين بألفين جنيه والبضاعة حساب حقيقي نقص بالاربع تلاف جنيه العملية دي طبعا هيبقى القيد بتاعها القيد بركب لان الطرف المدين اكثر من حسابه هما البنك ومحلات طارق والطرف الدائن هو حساب البضاعة اللي هنفتح الحساب ونطلق عليه حساب المبيعات بالاربع تلاف جنيه القيد عنده يكون من مصخورين حساب البنك وحساب محلات طارق البنك الفين جنيه ومحلات طارق الفين جنيه الى حساب المبيعات اربع تلاف جنيه في الدائن شرح القيد بيه بضاعة النصف نقدا والباقي بالاجل لمحلات طارق اسجل تاريخ العملية ستة واحد ومنساش عزاء الطلاب دايما اركز واخد بالي ان شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحسابي مهملوش مسجلش الطرف المدينة والطرف الدائن لابد ان انا اشرح القيد ودرب نفسي على شرح ولانك لما تنتقل العمل في الشركات والمؤسسات بعد تخرجك ان شاء الله لازم تسجل القيد بهذه الكيفية وبهذه الطريقة تعالوا نشوف مثال اخر بيقول في سبعة منه سددت المنشأة مبلغ تلات تلاف جنيه نقدن من المستحق عليها لمعرض ناصر يعني بيقول لي سددت المنشأة طب تعالوا انفكر كده في العمل دي المنشأة كان عليها مبلغ لمحلات ناصر لما تسددهم الا يحصل يبقى محلات ناصر او معرض ناصر شخص اخذ مش كده وطالما اخذ يبقى ايه حساب الشخص ما اخذ يكون مدين يبقى معرض ناصر يكون مدين بتلات تلاف جنيه تمام طب ايه وناصر اخذ الفلوز من ايه من الخزينة يبقى الخزينة ايه حساب هو قال لي نقدا اخذت نقدا يبقى الخزينة حساب حقيقي نقص ولما ينقص الخزينة هتكون دائم يبقى لما حل العملية لها عندي على طول اه اه معرض ناصر حساب شخصي اخذ اه اه تلات تلاف جنيه ويكون مدين والخزينة حساب حقيقي اه نقص وبالتالي هيكون دائم بتلات تلاف جنيه اروع على طول بقى على دفتر اه اليومية اقول من حساب معرض ناصر اللي هو حساب شخصي اخذ بتلات تلاف جنيه الى حساب الخزينة تلات تلاف جنيه في المبلغ الدائم شرح القيد سداد جزء من المستحق لمعرض ناصر وبعدين اسجل تاريخ العملية سبعة واحد العملية اللي بعد كده بيقول لي في تمانية منه حصلت المنشاقة مبلغ خمسمائة جنيه نقضا من المستحق لها لدى محلات سمية في تمانية منه بيقول لي حصلت المنشاقة مبلغ خمسمائة جنيه نقضا من المستحق لها لدى محلات سمية طب حصلت يبقى في الحالة دي اخذت يعني خمسمائة جنيه اودعتهم في نقضا يبقى في الخزينة يبقى الخزينة كده حساب حقيقي ايه حصل له زيادة طب والخزينة لما تزيد تكون ايه هتكون مدين يبقى الخزينة حساب حقيقي زيادة هيكون مدين طيب مين اللي اعطى بقى الفلوس للخزينة محلات سمية يبقى محلات سمية هتكون حساب شخصي أعطى في الحالة دي هتكون دائن بنفس المبلغ 500 جنيه زي ما وضحنا عزيزي الطلاب كل عملية بيكون لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ هنا عندي طبعا دقيقة بسيط الطرف المدين حساب واحد هو الخزينة والطرف الدائن حساب واحد هو محلات سمير أروح على دفتر اليومية وسجل العملية من حساب الخزينة اللي هي الطرف المدين إلى حساب محلات سمير طبعا الخزينة في المبلغ في المدين أحط 500 جنيه وفي المبلغ في الدائن عند محلات سمير أحط 500 جنيه ثم أشرح قيد القيد وأقول تحصيل جزء من المستحق لدى محلات سمير المنشاعة يعني حصلك جزء من المستحق لها لدى محلات سمير اللي هو طبعا 500 جنيه وسجل تاريخ العملية منساش اللي هو 8-1 ده شكل لتسجيل العمليات داخل دفتر اليومية تعالوا نشوف مثال كمان معنا عندنا في تسعة منه حصلت المنشأة مبلغ 300 جنيه إراد عقار نقدا طيب تعالوا نحل العملية مع بعض حصلت 300 جنيه إراد عقار نقدا يبقى أنا عندي الخزينة حساب حقيقي زاد وطالما الخزينة حساب حقيقي زاد يبقى يكون مدين بال300 جنيه طيب وبعدين وعندي إراد عقار وإراد العقار حساب طبيعته دائن إلا حصل له ما كانش فيه إرادات عندنا بقى عندنا إراد عقار وبالتالي حساب الإراد العقار اللي هو اسم أو وهمي إراد وزاد وبالتالي هيكون دائن يبقى على طول عندي إراد العقار حساب اسم إراد وحصل له زيادة هيكون دائن يبقى العملية الخاصة بتحصيل المنشأة مبلغ 300 جنيه إراد عقار نقدا هيكون له طرف مدين وهو الخزينة وطرف دائن وهو إراد العقار الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن حساب واحد وبالتالي القيد هيكون في دفتر يومية قيد بسيط أسجل العملية داخل دفتر اليومية من حساب الخزينة في المبلغ أحط 300 جنيه إلى حساب إراد عقار ووضع أيضا 300 جنيه في دائن في خانة الطرف الدائن واشرح القيد تحصيل إراد عقار نقدا تاريخ العملية طبعا من سهوش 9 واحد تعالوا نشوف عملية أخرى عزيزي الطلاب وبيقول لي في العملية رقم عشرة بيقول لي في عشرة منه سددت المنشأة نقدا ونخبانا من كلمة عشرة منه يعني من نفس الشهر نخبانا خمسة منه ستة منه سبعة منه منين يبقى مثلا عشرة منه يعني عشرة واحد خمسة منه يعني خمسة واحد في بداية الأول عملية قال لي أن تمت العملية تلقاتها في واحد واحد أول عملية كانت في واحد واحد الفين واحد وعشرين يبقى بعد كده يقول لي في اتنين منه يعني اتنين برضو واحد عشرين واحد وعشرين وهكذا كل ما يقول لي تلاتة منه أربعة منه خمسة منه يعني من نفس الشهر ونفس السنة العملية دي كلها تمت خلال شهر يناير بالترتيب زي ما شفنا في عشرة منه يعني في عشرة واحد عشرين واحد وعشرين يعني 2021 سددت المنشأة نقدا مبلغ 200 جنيه فطورة كهرباء و 500 جنيه ايجار محل المنشأة هنا سددت نقدا يبقى على طول كده الخزينة نقصت بـ 200 جنيه مرة و 500 جنيه مرة اللي هم ايجار محل والـ 200 جنيه فطورة كهرباء يبقى في الحالة الخزينة حساب حقيقي نقص هيكون دائن وطبعا الفطورة الكهرباء اللي هي مصروف كهرباء و 200 جنيه وإيجار المحل دي حسابات اسمية وهمية مصروفات وبالتالي هتكون مدينة حلة للعملية مصروف الكهرباء حساب اسمي وذات طبعا لأن سددت المصروف هيزيدي بقى عندي مصروف مدين وكذلك مصروف الإيجار اسمي طبعا نوع مصروف هيكون مدين ايضا كل مصروفات كل ما سددها بتزيد كذلك الارضات كل ما حصلها بتزيد والمصروفات لما بسددها بتكون مدينة والارادات لما بحصلها بتكون دائنة عند هنا مصروف الاجارة يكون مدين ايضا والطرف الدائن طبعا حساب الخزينة اللي يكون حقيقي ونقص وطبعا يكون دائن وهو نقص بالمتين جنيه والخمسمائة جنيه عند هنا الطرف المدين اكتر من حساب والطرف الدائن حساب واحد القيد عنده يكون قيد مركب اقول على طرف دفتر اليومية من مزكورين حساب مصروف الكارباء متين جنيه وحساب مصروف الاجار خمسمائة جنيه إلى حساب الخزينة بسبعمائة جنيه المبالغ اللي ايه اللي اندفعت من الخزينة مقابل المصروف الكهرباء ومقابل مصروف ايه او مقابل فطورة الكهرباء ومقابل ايجار المحل او ايجار المنشأة ايا كانت وبعدين نشع القيد صداد مصروفات مقدن واقول تاريخ العملية عشرة واحد اعزائي الطلاب دي كانت الطريقة اللي بحلل بيها العمليات وفي شكل طرف مدين وطرف دائن وسجلها داخل دفتر اليومية انا هكلفكم بحل تدريب زي التدريبات اللي احنا حلناها مع بعض على تحليل العمليات وتسجيلها داخل دفتر اليومية تعالوا نشوف مع بعض تدريب معانا هوت بيقول لي تمت العمليات التالية بمنشأة رمضان كريم خلال شهر ابريل عشرين واحد وعشرين عايزكم بقى تقروا العمليات ديت وتحاولوا ان انتوا تسجلوها داخل دفتر اليومية المطلوب عندي تسجيل العمليات المالية السابقة بدفتر اليومية دائما نعيني على المطلوب أنا عندي 6 عمليات يقولي في واحد منه في 2 منه يعني 1 منه يعني من نفس الشهر يقولي تمت العمليات التالية خلال شهر إبريل يبقى 1 أربعة اللي هو شهر إبريل رقم 4 و2 منه يعني 2 أربعة و3 منه يعني 3 أربعة وهكذا كل عملات دي تمت بالترتيب في محلات أو بمنشاءة رمضان كريم والمطلوب مني إن أنا آسجأ العملات السابقة في دفتر رومية أنا هسيبكم تشوفوا العمليات دي إزاي هنقدر نحللها طرف مدين وطرف دائم وإن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله نشوف مع بعض حل التدريب دوت وإزاي نسجل العملات أو نحللها لشكل طرف مدين وطرف دائم داخل دفتر يومية بدعو الله سبحانه وتعالى أن نحن نكون وفقنا في الحلقة السابقة وفي اليوم أن نحن نكون أوضحنا لكم الطريقة اللي بنقدر نحلل بيها العمليات المالية إلى طرفيها المدين والدائم وفقا لقاعدة القيد المزدوج ومدخل تشخيص الحسابات اللي احنا أوضحنا فيه أن الحسابات تاخد أحد الأنواع التالية إما حسابي يبقى شخصي إما حساب حقيقي إما حساب اسمي أو وهمي الحساب الشخصي طبعا أوضحنا أخذ مدين أعطى دائم الحساب الحقيقي زاد مدين نقص دائم الحساب الاسمي أو الوهمية الحسابات اسمية أو الوهمية إذا كان مصروف أو خسارة بيكون مدين في حالة زيادة دائم في حالة النقص وإذا كان إراد أو ربح بيكون دائم في حالة الزيادة مدين في حالة النقص ختاما بتمنى لكم التوفيق والسداد وإنكم تكونوا استفدتم من الحلقة اليوم والحلقة السابقة ويكون اكتسبتم المهارة على تحليل العمليات لطرفها المدين والدائم وتسجيل العمليات بضفتر اليومية وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر